اشتركوا في القدس المستوطنين في يافا بهدف تفريغها من اهلها واصحابها وبيوتها هدى واصدرت الاحزاب العربية الناشطة في البلاد بيانات ايدانا واستنكار لاستفزاز وتحريض المستوطنين في القدس المحتلة وفي يافا وقال الحزب الشوعي والجبهات الديمقراطية في بيان ان احتضان نتنياهو لعصابات بنيكفير واسموتريت يمنح الغطاء السياسي لهذه الاعتداءات العنصرية على اهالي واحياء القدس وميدانيا تنضم شرطة الاحتلال الى العدواني وتقمع الشبان العرب وبدوره قال التجمع الوطني الديمقراطي في بيان انما اقدمت عليه الشرطة من اعتداءات واعتقالات واخراج للمصلين بالقوة من المسجد الاقصى وباحاته اخطر من عربدة المستوطنين مضيفا ان ما يحدث في الكدس وايا فهو دليل دامغ على ان المستوطنين المتطرفين هم عمليا ذراع لنظام الابرتهايد الاسرائيلي